من إيران انتقد وزير الخارجي روسي سيرجيل أفروف تورط الولايات المتحدة في حرب إسرائيل على قطاع غزة متوقعا أن تؤجج الصراع بخطواتها الاستباقية كما توقع الأفروف فشلا لأي محاولة منفردة لتسوية دبلوماسية للقضية الفلسطينية الولايات المتحدة في طليعة الذين يتدخلون بالفعل بما في ذلك يرسال مجموعتين من حاملات الطائرات وآلاف الجنود المقاتلين مع جميع الأسلحة اللازمة بما في ذلك الثقيلة إلى منطقة الصراع وكلما زاد عدد هذه الخطوات الاستباقية من جارب أي دولة زاد خطر تصاعد الصراع لقد أوقفت الولايات المتحدة عمل ربعية الشرق الأوسط الدولية والآن لا توجد سلطة أخرى مقبولة لدى الجميع ولا نعرف إن كان لدى بلينكين أي أفكار لكنني على قناعة بأنه لي تمكن طرف منفردا كما حاولت الولايات المتحدة لسنوات من التوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين موسيقى موسيقى